موسيقى في التحليلية لليوم ترقب أقليمي ودولي عشية مفاوضات فيينا طهران تتمسك بشروطها وواشنطن تلوح بمزيد من الضغوط ما المتوقع من هذه الجولة وما هي أهم المعوقات أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي موسيقى 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 من دون تحقيق تقدم في محادثاتها السياسية مع الكرد هل تنجح موسكو في تثمير حضورها العسكري بإنجاز تفاهم سياسي وانتزاع الورقة الكردية من الأمريكيين بعد الاحتجاجات الرافضة لفرض التطعيم أعمال عنفا جديدة في جزر الأنتيل القضية تثير جدلا انتخابيا بين المرشحين ماذا يجري في الجزر الفرنسية وراء البحار ولماذا يضغط اليمين المتطرف لقمع السكان وفي قضية اليوم صلاة تلمودية غير مسبوقة عربيا في الرباط بحضور وزير الأمن الإسرائيلي من أجل دعم جنود الاحتلال لماذا تتعمد دول التطبيع الجديد جرح مشاعر الفلسطينيين ومع خطورة توسع تحالف الحرب عبر الاتفاقيات الأمنية والعسكرية موسيقى استمقت واشنطن مفاوضات فيينا بالتلويح بممارسة ضغوطا على إيران بذريعة عدم استخدام المباحثات في فيينا بتسريع برنامجها النووي جددت طهران تأكيدها أن المفاوضات هي لعودة أمريكا إلى الاتفاق وليست لبحث البرنامج النووي فكيف تنظر حكومة إبراهيم رئيسي لهذه الجولة السابعة؟ ملحم ريه تبدو الأمور ضغبية قبيل الجولة السابعة من مفاوضات فيينا جولة ستنعقد بشق الأنفس بعد توقف استمر لأشهر لا تبشر أجواؤها باحتمال التوافق الإيراني الأمريكي تطرح طهران على الملأ شروطها وخطوطها الحمر وتكشف أمريكا عن رغباتها بوضوح بتقييد برامج إيران التسليحية وحضورها في المنطقة وجهتان متباعدتان لن تلتقيا من جولة واحدة برأي كثيرين لا تعلق أمال كبيرة على هذه الجولة من المفاوضات في فينا بين إيران والغرب لكن المحادثات يمكن أن تتواصل بتفاؤل وشروط إيران واضحة منها رفع العقوبات وتقديم الضمانات والحكومة الحالية منفتحة على الحوار البناء حوار قد يستمر طويلا في ظل تعقيدات تتابعها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي التي أضافت عشرات الخبراء إلى فريقها التفاوضي للوقوف على أدق التفاصيل خلال الجولات الماضية في فينا وصلنا إلى حل معظم المسائل العالقة لكن بعض القضايا الهامة لم تحل ومنها البرنامج الصرخي والعقوبات التسليحية ولا أعتقد أن سيد رئيسي يريد فعلا إلغاء نتيجة الجولات الست الماضية فهذا سيؤثر على سير المفاوضات ثبات حكومة رئيسي على مواقفها قبيل المفاوضات دفع الأمريكيين إلى اعتماد لغة التهديد والوعيد ما يزيد من تعقيدات الموقع تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران بشتى السبل بالترغيب والترغيب طارة وباستغلال الاحتجاجات السلمية على خلفية شح المياه في أصفهان طارة أخرى وهي ضغوط لا يأخذها المفاوض الإيراني في الحسبان فكلمة السر له في فيينا فقط هي المصلحة الإيرانية من حمرية طهران الميادين إذن هذا ما تقوله طهراني معرفة أكثر ما يجري في أوروبا إنضم لنا محل الميادين لشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي موسى كيف ترى الأمور مباشرة من فيينا عشية الجولة السابعة للمفاوضات وهل يمكن أن ينتظر أي نتائج ملموسة نظرا لما أعلنه روبرت مالي يعني ما قاله روبرت مالي ليس جديدا وهو أمر يتكرر مع كل جولة من جولات المفاوضات الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الأوروبية ترفع التحذيرات عاليا وتقول إيران بأن هذه الجولة ربما تكون الحاسمة وعلى الإيرانيين أن يتراجعوا عن التطور الذي حصل في البرنامج النبوي خلال سنتين الماضيتين والعودة إلى الالتزام بروحية الاتفاق للعام 2015 وألا فأن العقوبات لن ترفع ولكن في الواقع بحسب الحديث التي أجريتها اليوم مع مصادر مقربة من الوفد الإيراني وأيضا مصادر مقربة من الوفد الأوروبي الذي يدير هذه المفاوضات فبالفعل هذه الجولة سلن تكون جولة مطمرة لن يتوقع أن يكون هناك نتائج حاسمة أو على الأقل نتائج يبنى عليها للسير في طريق إيجابي كل ما سيجري في هذه الجولة هو جلسة تعرف وجلسة جس نبط بين الطرفين الإيراني يريد معرفة إلى أي حدود يمكن أن يذهب في الضغط على الجانب الغربي وليسية من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفع العقوبات وأيضا الجانب الآخر يريد اكتشاف ما هي هذه الحكومة الجديدة ومن هم هؤلاء المفاوضين الإيرانيين الجدد ولكن في طبيعة الحال هناك شكل واسع من انعدام الثقة بين الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية كما قال مصدر مقرر من الوحدة الإيرانية التي تتحدث دائما عن جهوزيتها للانخراط في هذه المفاوضات رفرضت قبل أسابيع قليلة عقوبات جديدة على إيران الوحدة الإيرانية أيضا أتى إلى هنا إلى فيينا ليقول للجانب الآخر أن العودة عودة إيران إلى الالتزام بروحية اتفاق العام 2015 مرتبط فقط برفع كافة العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب نعم ولذلك سأعود إليك للحديث أكثر عن المعوقات في موضوع إحياء الاتفاق النووي لكن قبل ذلك إليك يديم محلة الملائدين للشؤون السياسية والثقافية أيضا سوريا هل تتأثر بنتائج أحياء الاتفاق النووي من عدمه سياسيا واقتصاديا سوريا حليفة إيران من دون شك أنها ستستفيد من هذا الأمر لأنه حتى عندما تم توقيع الاتفاق النووي في المرة السابقة كان هناك انعكاسات أو كان على الأقل كان هناك انتظار من دمشق أن يكون هناك انعكاس وانفراج في كثير من الأمور التي تشكل فيها أو يشكل فيها الحليف الإيراني داعما لسوريا على الصعيد الاقتصادي على الصعيد العسكري وكذلك على الصعيد السياسي لأنه كان يومها هناك رهانات كثيرة على أن تدخل إيران في كثير من الانفراجات في الملفات السياسية في المنطقة وأيضا في رفع مستوى الدعم الاقتصادي والسياسي أيضا لسوريا يعني إيران رغم العقوبات ورغم الحصار الاقتصادي عليها كانت قد دعمت الحليفة السوري بخطوط ائتمانية وصلت إلى ملايين الدولارات وكان يمكن أن يتأثر هذا الدعم بشكل أكبر وأفضل بكثير لو كانت استطاعت أو لو لم تنقلب الولايات المتحدة على هذا الاتفاق وأبقت على الانفراج الاقتصادي وعلى اطلق الحسابات البنكية للدولة الإيرانية في كثير من البنوك العالمية ولكن ذلك كله توقف وعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق والانعكاس السلبي على ذلك بما يخص سوريا أيضا كما هو ويخص إيران موسى نعود إلى ما يجري في أوروبا عشية هذه الجولة الجولة السابعة أتحدث أنا وأنت أكثر عن أبرز المعوقات التي يمكن أن تحول دون وصول أو التوصل إلى نتائج وماذا أيضا في إطار عامل الوقت؟ هل يمكن أن نشهد مسار طويل الأمد في هذا الموضوع؟ يعني بداية كان هناك كلام لافت في موقف روبرت مالي بالتصريح الأخير الذي لأول مرة ربما أو من المرات الناذرة التي تحدث فيها الأمريكيون بهذه الصراحة عندما قال بأن على إيران العودة كاملة إلى الاتفاق نووي مقابل تخفيض العقوبات الأمريكية وهذا كلام جديد والموقف الإيراني من هذه المسألة معروف جدا رفع كامل العقوبات وعودها إلى الاتفاق النووي ولكن الماضلة الأساسية فتون في هذه الجولة التي لم تحل أيضا ولم يتم تناولها بشكل مفصل في الجولات الماضية هي الضمانات التي تطالب بها إيران لعدم خروج الولايات المتحدة الأمريكية مجددا من الاتفاق كما فعل دونالد ترامب وهذه المسألة يعتبرها الأمريكيون بأنها تتعارض مع الدستور الأمريكي وبأن الكونغرس الأمريكي لن يوافق على هذه المسألة على هذا الموقف يرد الإيرانيون بأن بما أن الرئيس الأمريكي هو اتخذ القرار بمفرده لانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018 فأن الرئيس الأمريكي آخر عام 2021 يمكن له أن يعود إلى هذا الاتفاق دون الذهاب إلى الكونغرس في هذا الوقت هناك مسألة أخرى تطرح من الجانب الأمريكي ويتبنىها الأوروبيين هو الاتفاق المرحلي على سبيل المثال أن يتم اتفاق لرفع لقوبات وتراجع إيران عن تطوير البرنامج النووي لفترة ستة أشهر هذا الموقف أيضا الجانب الإيراني الأوسط الإيرانية في فيان أكدت لنا بأن هذا المسألة مرفوضة تماما طيب سننتقل الآن تبقوا معنا بطبيعة الحالة ونتقل إلى الملف في شرق الفرات حيث أنه تدريجيا تتوسع موسكو في الشرق السوري المنطقة التي تزداد تعقيداتها الميدانية والسياسية فهل تتمكن موسكو من استثمار هذا الحضور في التفاهمات السياسية مع الكرد التي لا تزال تراوح مكانها ديما ناصف النقاش الروسي الكردي سياسيا في موسكو يراوح مكانه من دون أي نتائج رغم تقدم تعزيز النفوذ الروسي في الشمال السوري كاميرا الميدين رصدت هبوط وإقلاع الطائرات في مطار القامشلي بعد خمس سنوات من محاولة سابقة فاشلة حاولت حينها موسكو تحويل المطار إلى قاعدة عسكرية شبيهة بحميين فاصطدمت بالتمدد الأمريكي العسكري في المنطقة وبانقلاب قصد على تفاهماتها معها فالكرد مازال يعتبرون الولايات المتحدة حليفهم الرئيسية في سوريا كما أن الدعم الروسي لقصد ومنع عملية عسكرية تركية جديدة في مناطق الكرد لم يقنع قصد بتبديل تحالفاتها التنسيق بدأ يرتسم قبل شهرين لقاءان جماعة وزير الخارجية الروسي سرقيل لفراف بوفد من قيادات كردية في موسكو من دون التوصل إلى أي نتائج الجهد الروسي لانتزاع الورقة الكردية من الأمريكيين لم يفلح حتى مع تصاعد الحديث عن انسحاب أو تقليص عديد القوات الأمريكية في الشرق السوري موسكو تكثف دورياتها للمرة الأولى ضمن معاقل قصد بأرياف الرقة ودير الزور وتسعى لتوسيع نفوذها في الشمال والشرق السوريين رغم اعتراض بعض الأطراف العسكرية في قصد التي ذهبت بعيدا في اعتراضها إلى حد إطلاق النار على رتل روسيا قرب دوار المعامل شمال مدينة دير الزور ومن الواضح أن الروس يعملون وفق خطة تركز على مسارين هما الوصول إلى ريف دير الزور الشرقي الغني بأبار النفط والغاز إضافة إلى تثبيت مواقعهم قرب أبار النفط في رميلان والمالكية بما يمكن الدولة السورية لاحقا من الوصول إلى منابع النفط وبدء تخفيف آثار الحصار الاقتصادي عليها ومن تشكيل عوامل ضغط على واشنطن لإجبارها ربما على الانسحاب أو الانكفاء من تلك المناطق ديما نصف ديما عشق الميادين إذن ديما نبحث أكثر في تفاصيل ما أوردته في هذا التقرير وهنا السؤال لماذا لا يستطيع الروس إلى التوصل على تفاهم سياسي مع الكرد تحديدا طبعا مجموعات قصد ونقصد به الكرد بالرغم من أن قصد لم تمانع بوجود عسكري روسي في المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية هذا يثبت بأن هناك ما يشبه المناورة السياسية التي ترغب قصد دائما في استخدامها لسيما بأنها تواجه عدوا دائما وملحا في قراراته بالاعتداء عليها وهو الجانب التركي ولذلك هي تستخدم من جهة الروس لكي يكون حاجز مانع في وجه التوسعات والطموحات التركية للقيام بعملية عسكرية جديدة كما شاهدنا في العملية العسكرية الأخيرة التي لوحت بها أنقرة وتصاعد التصريحات السياسية بخصوصها المعلومات تقول بأن الروس هم من وقفوا بوجه هذه العملية ومنعوا أنقرة أو بالأحرى ألزموا أنقرة بأن لا تكون بهذه العملية في وقت الحليف الأمريكي بالنسبة لقصد لم يتوقف في وجه مثل هذه العمليات عندما كانت نبع السلام وغصن الزيتوم بل على العكس سحبت واشنطن قواتها من النقاط الحدودية مع تركيا وسمحت للقوات التركية بالتوغل على مساحة 150 كيلومتر تمتد من رأس العين إلى طل أبيض وبعمق حوالي 5 كيلومترات رغم أن الخطة التركية كانت تقضي بأن يتوغلوا إلى عمق 30 كيلومتر ولكنهم توقفوا عند 5 كيلومترات وبالتالي واضح بأن قصد تحاول أن تلعب على هذه التناقضات في هذه المنطقة لكن لا تزال تعتبر بأن واشنطن هي حليفها الأساسي وهي ربما كما تقول بعض الأطراف السياسية الكردية بأن الجانب الروسي هو جانب أقرب إلى دماشق وهذا يتناقض أيضا ويتعارض مع المصالح الكردية التي تطمح إلى اعتراف بالإدارة الذاتية وباستقلال إدارة تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها قصد إلى جانب بأنها تعتقد بأن وجود الأمريكي أو إبقاء تحالفها مع الأمريكي هو الذي يضمن هذه السيطرة وهذا الحضور لأنه بمجرد أن ينسح الأمريكي أو أن ينهي هذا الدعم لها وأن تنتهي المظلة الأمريكية بالنسبة لهم فلا شك بأن الحوار مع دماشق هو السبيل الوحيد والتفاهم السياسي حول إدارة هذه المناطق أو السيطرة أو استعادة السيطرة من قبل دولة سوريا وكل هذا الكلام يستحضر موضوع التفاهمات الروسية الأمريكية خصوصا حول هذه المنطقة التي تعتبر خزان وقود نفط غاز لسوريا بأكملها وهنا سؤالي لك قاسم مواضح بأن روسيا حاولت أن تصطبق موضوع الانسحاب الأمريكي من سوريا وحتى الآن ما تقوله الأرض والمعطيات أنها لم تنجح لذلك سأسألك عن التفاهمات ماذا حول التفاهمات الأمريكية الروسية حول هذه المنطقة؟ نائب رئيس الوزراء الروسي هو الذي تحدث عن تقارب بوجهتين نظر ما بين روسيا وأمريكا في لقاء بايدن وبوتين بجنين لكن لا يبدو أن هناك وليس من المنطق أن يكون هناك تفاهمات فعلية بين روسيا وأمريكا حول سوريا وحول الجزيرة بشكل خاص مربض الفرس هو الموضوع التركي وليس الموضوع الروسي والتفاهم إذا كان هناك وجهة نظر مبقاردة بين روسيا وأمريكا إذا سحبت أمريكا من سوريا ممكن أن تستغل تركيا بالتقدم باتجاه المواقع التي تطمح باستغلالها أو بالسيطرات عليها وهنا تتسعى روسيا إلى بسط أو تمدد وجودها العسكري ولا أعتقد أن إذا وصلت إلى تفاهمات مع الكرد أم لم تصل لا يمكن لقصد وغير قصد أن تقف بوجه التمدد الروسي هذا خارج عن سيطرتها وأمريكا في هذا الشأن لم تدفع الأكراد إلى المواجهة الروسية العقدة هي تركية وليس حتى الآن ليس كردية وليس روسية ديمة كيف ترسم موازين القوى الجديدة في هذه المنطقة عندما نتحدث عن شرق الفرات أو بالتسمية السورية المعتمدة الجزيرة السورية بطبيعة الحال وخاصة أن نتحدث عن قاعدة عسكرية جوية في القامش لروسيا بالمناسبة فتون هذه القاعدة أو هذه المحاولة الروسية كانت قبل خمسة أعوام عندما كان هناك دخول للقوات الروسية في الحرب على الإرهاب في سوريا وجربت موسكو أن توسع من مدارج المطار القامش لي وأن تعيد تأهيل هذه المدارج وإلى جانب إيجاد أماكن لإقامة الضباط لكنها اصطدمت هذه المحاولة بالفيتو الأمريكي إن صح التعبير إلى جانب طبعا بأن قصد كانت إلى جانب الأمريكيين بشكل مطلق في هذا الأمر ولم تنجح هذه المحاولة وبالتالي تأجل هذا المشروع إن صح التعبير حتى اليوم عندما يبدأ هذا الحضور الروسي مجددا وتبدأ المقاتلات الروسية في الهبوط في مطار القامش لي وبما يشبه أن يكون لدى موسكو موطئ قدم في قاعدة جوية في أقصى الشمال السوري وهذا أمر مهم جدا لأن هذا التواجد ليس تواجدا سياحيا وإنما من الواضح بأن موسكو ترسم إلى ما هو مستقبل سيأتي سواء كفأت أو تقلص عدد القوات الأمريكية أو انسحبت أمريكا بشكل كامل من الأراضي السورية أو أبقت على قواتها وربما تراهم موسكو بأن يكون هناك تفاهما ما بينها وبين الولايات المتحدة ضمن ما يسمى أو ما يصطل عليه بتوازع النفوذ بين الدولتين نهيك أيضا على أن هذه ستكون أقرب قاعدة جوية للحدود التركية ولا ننسى أنه قبل أيام قامت موسكو بمناورات عسكرية فهمة منها بأنها رسالة لأنقرة قامت بمناورة عسكرية بالذخيرة الحية في منطقتين تلتمر وعين عيسى في الشمال السوري وبالتالي موسكو تعمل إن صح التعبير بما يشبه دبيب النمل هي تكرس وقائع وجودها على هذه المنطقة وصبرت على كل الانقلابات الكردية على التفاهمات التي كانت تعقد بينها وبين الأكراد وأيضا بحضور الجانب السوري سواء في حميميم أو في دماشق ولكنها نجحت إلى حد كبير في إيجاد ميزان قوى جديد كانت تحتكره الولايات المتحدة في تلك المنطقة وربما بشكل أقل الجانب التركي اليوم موسكو تعزز هذا الحضور بما يقلب موازين القوى وخاصة إذا ما تحدثنا مستقبلا ما الذي سيحدث في هذه المنطقة عندما تمتلك موسكو هذه القاعدة الجوية وأيضا هذا العدد الكبير من الآليات العسكرية التي تقوم بدوريات سواء على الشريط الحدودي أو في أرياف الرقة ودير الزور للمرة الأولى كما بدأت تدخل قبل أنه الآن سنتقل إلى الملف الثالث تحركات احتجاجية وأعمال عنفا وتخريبا تشهدها بعض جزر الأنتيل أرد الفرنسية تحركات اندلعت منذ نحو أسبوعين مع إقرار إلزامية التطعيم لبعض الفيات لكنها أظهرت أزمة متجدرة تعيشها هذه الجزر على المستويين الاجتماعي والسياسي حسن شرار قرار التطعيم الإجباري لمقدم الرعاية الصحية كان كفيلا بإشعال حركة احتجاجية واسعة في جزيرتي المارتينيك وغواتلوب التابعتين لأقاليم فرنسا ما وراء البحار حالة من الهرج والمرج وصولا إلى العنف شهدتها شوارع الجزيرتين آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإلغاء القرار قبل أن تعكس تلك التحركات مطالب اجتماعية أخرى تتعلق خصوصا بغلاء المعيشة نحن معبؤون أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس من الطبيعي أن يتم قطع رواتبنا مقابل حقنة لنريدها ومن يوم إلى آخر يقال لنا إذا لم يتم حقنك فلن تحصل على أجر بعد الآن في تشريع العمل لدينا لم أرى ذلك لا أعرف من أين يأتي هذا لماذا نعاقب لأننا نأخذها كعقاب لأننا لا نريد التطعيم تنزلات الحكومة الفرنسية التي وصفت المحتجين بالأقلية المتمردة لم تحل دون اتساع دائرة العنف هناك فقرار الموافقة على إرجاء عملية التطعيم حتى أواخر العام الجاري واقتراح إلغاء تعليق عمل الموظفين غير المطاعمين لم يلقى استحسان المحتجين لتسجل اقتحامات طالت مقر أمنية وهو ما ينظر بالأسوأ وفق اتحاد نقابات الشرطة وعلى وقع الاحتجاجات برز حديث وزير موراء البحار الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن استعداد الحكومة لبحث أكبر قدر من الحكم الذاتي في جواتلوب بعدما طرحه المسؤولون المحليون في هذا الإطار على حد قوله موقف سرعان ما أثار ردود فعل واسعة في باريس حيث اعتبره البعض محاولة لشق الصفوف في الجزيرة كما شكل مادة لجدل الانتخابي في بلاد تنتظر الانتخابات الرئاسية بعد أشهر قليلة زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان اعتبرت الأمر محاولة لشراء مواصفتهم بالانفصاليين المتطرفين في حين عبر زعيم حزب فرنسا المتمردة جون لوك ميلونشو عن دهشته ووضع الملف خارج لائحة الأولويات الفرنسية معتبرا أن الوضع الاجتماعي وحالة الطوارئ الصحية تشكلان الأولوية حاليا قاسم عز الدين ماذا في خلفيات رفض اللقاح في هذه الجزر وأيضا ماذا عن الحديث حول حكم ذاتي أكبر في هذه المنطقة يعني في الخلفيات هو ما يمكن أن يقال أن وراء الأكمة ما وراءه ليس الموضوع هو موضوع رفض اللقاح أو قبول اللقاح لكن الحكومة الفرنسية تحاول ابتزاز بالسكان الموجودين في الجوادلوب وفي المارتينيك بمطالبتهم بالقضايا الاجتماعية التي رفعوها قبل ثلاثة أشهر من الآن ومن ذلك الوقت يحتجون ويطالبون واحتجاجاتهم متتالية في نفس هذا الوقت ترغمهم الحكومة بشكل من أشكال الانضباط الذي لا يريدونه يقولون نحن نطالب كذا فتأتينا بأن شرطك لكي تتحدث معنا وتلبي هذا المطالب أن نفعل كذا وكذا لذلك هذه الاحتجاجات وليس مسألة اللقاح بحد ذاته التركيبة الاجتماعية في جزر الأنطية الفرنسية هي الجوادلوب والمارتينيك في البحر الكريبي هايتي وغويانا هذه المناطق هي مستعمرات وتعيش منذ مئتين سنة حروب العبودية فالحساسية فائقة وبعد الإغلاق 2019-2020 خرجت هذا الأسبوع الإحصائيات لتقول أن ثلاثة أرباع لجوادلوب هم تحت خط الفقر وأقل من ذلك بقليل في المارتينيك وهم يطالبون عدد السكان أصليين يطالبون في المدارس يطالبون بالخدمات يطالبون بالصحة يطالبون بالتعليم ويطالبون بزيادة الوجور يطالبون أن يكونوا موجودين على قدم المساواة من بقية الفرنسيين وإلا فنحن لا نريدكم وهذا ليس مطلبا حاليا هو تاريخي ومتجدد بانتفاضات إذا نحن تحدث هنا عن أزمة متعددة القطب فعليا ليس فقط على خلفية اللقاح إنما على خلفية سياسية لكن بمعزل عن موضوع السياسة في أوروبا موسى كان في تظاهرات وموجات من التظاهرات دائما ترفض اللقاح فعليا وتعتبر بأن الموضوع مؤامرة وما إلى ذلك الآن بعض ظهور المتحور الجديد هل لا يزال وضع على حاله؟ لا بالطبع هناك تراجع كبير في حالات الاعتراض على الإجراءات التي تتخذها بعض الدول الأسبوع الماضي كان هناك أكبر تظاهر حصلت في هولندا اليوم الوضع في هولندا مأساوي على أساس أن هي البلد التي استقبلت العدد الأكبر من المصابين بالمتحور الجديد إلى جانب ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وتشيكيا وفرنسا تقول بأن هناك إمكانية لأن يكون في فرنسا مصابين بهذا الوباء خدموا من الدول الأفريقية اليوم الوضع مختلف تماما هناك العديد الملايين من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاع في السابق هرولوا إلى مراكز التلقيح ليأخذوا الجرعات الأولى وهناك أيضا القسم الذي تلقى جرعتين أيضا يذهب إلى هذه المراكز من أجل الحصول على الجرعة الثالثة إذن هناك حالة خوف في أوروبا بحسب الخبراء ومنظمة الصحة العالمية أمام أوروبا أشهر عصيبة جدا من الآن وحتى الربيع المقبر ليس فقط بسبب المتحور الجديد إنما أيضا بارتفاع على المصابين بشكل ضخم قبل انطلاق هذا المتحور طيب قاسم أعود إلى ما توقفت عنده في موضوع مدخلتك الأولى والحديث في الشق السياسي وهنا السؤال كيف ترى الحكومة الفرنسية الحل في هذه المنطقة من جهة ومن جهة أخرى كيف ترى المعارضة واليمين المتطرف تحديدا الحكومة الفرنسية مؤخرا على لسان الوزير ما وراء البحار قال بأننا مستعدون لكي نتحاور في توسيع الحكم الذاتي بنفس الوقت ليس هذا المطلب المطلب الأساسي والمطلب الملح هو 32 مطلب حملها وفد من الجزر الجزيرتين لجوادلوب والمارتينيك وسيلتقي رئيس الوزراء ووزير ما وراء البحار لبحثها وهي متعددة وأولها التعويضات التي لم يطلقها منها سكان الجزر قرشا واحدا نتيجة نتيجة الإغلاق ونتيجة إغفال كل المنشآت 25% من العاطلين عن العمل هم من الشباب أقل من 25 سنة الفتيات أكثر وأكثر هناك مأساة حقيقية يعيشها هؤلاء السكان ومطلبهم منذ عدة أشهر هو تغيير هذا الوضع الاجتماعي وأن تؤخذ مطالب السكان على محمد الجد وأن تحترم فرنسا مطالب السكان لذلك تحاول الحكومة الفرنسية على لسان الوزير بالقول أننا مستعدون لتنسيع إطار الحكم الذاتي لإثارة الذر الرماد في العيون وهذا الأمر يستغله اليمين المتطرف طبعا لكي يوجه سهامه على العبودية الجديدة أو على السكان الأصليين من الأفارقة إرضاء للبيض الذين يحتلون منذ مؤتين سنة هاتين الجزيرتين يعني في كل الأحوال هي حالة من الاستثمار السياسي في أزمة هذه المنطقة شكرا لك قاسم معز الدين ديمان نصف موسى عاصي فاصل نحلل بعده قضية اليوم قطوة غير مسبوقة في دولة عربية تلك الصلاة التلمودية من أجل جنود جيش الاحتلال التي جرت خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس إلى المغرب قبل عقودا طبعت دولة عربية لكنها لم تصل إلى حد الاستفزاز المقصود لمشاعر العرب والمسلمين اليوم يبدو التطبيع الجديد مستفزا عن قصد لا يراعي مشاعر الفلسطينيين عن قصد وكأنه يجرح الفلسطينيين نكاية كيف انتقل الكره تجاه الجاني إلى الضحية الأخطر أن تحالف التتبيع التطبيع بات تحالف حرب يتوسع عبر الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مقدمة لتشكيل حلف عسكري أو ما بات يعرف بنيتو عربي إسرائيلي إذن في خطوة نادرة غير مسبوقة في أي بلد عربي صلاة تلمودية في المغرب بحضور جنودا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بزيهم العسكري حسين السيد من قلب عاصمة عربية مطبعة يجاهر الحاخام الإسرائيلي بسلطة تل أبيب على أجزاء من أراضي دول عربية مطبعة أيضا داخل كنيسة تلمود التوراة في العاصمة المغربية الرباط وبحضور جنود الإسرائيليين بزيهم العسكري اثنان منهم من أصول مغربية يظهر وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس فرحا خلال إقامة صلاة تلمودية تزعم أن حدود إسرائيل تمتد إلى دول مجاورة مستفزة على نحو غير مسبوق تبرز معالم التطبيع الجديد مقارنة بتلك الاتفاقيات السابقة زيارة جانس الأولى من نوعها إلى المغرب وتوقيعه اتفاقا غير مسبوق للتعاون الأمني خير دليلا على ذلك بات من الواضح أن مد يد التطبيع إلى المسؤولين عن نكبة شعب بأكمله والمتمثل بتوقيع الاتفاقيات الأخيرة يتخطى كونه تخليا واضحا عن القضية الفلسطينية ليدخل في سياق دعم المعتدي وقمع المظلوم على عكس الأنظمة تدرك الشعوب العربية خطورة الأمر وتنطفض بوجه هذه الاتفاقيات استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع يعتزم المغربيون النزول إلى الشوارع على امتداد 27 مدينة احتجاجا على التطبيع تطبيع يبدو أنه يمهد لتكوين محور جديد بدأت معالمه تتضح مع توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية وتوجيهه ضد الدول المناهضة لإسرائيل وهو ما يتنافى مع ما يروج له الإسرائيليون والمطبعون بأنه مجرد تقارب سياسي وديني وثقافي إذن محل الميادين للشؤون التونسية والمغاربية عماد اشتار أبدأ معك فعليا في قلب المغرب زيارة علانية صلاة المودية على مرأة الجميع للدعاء لجيش الاحتلال هذا الاستفزاز في التطبيع ما هي أسبابه؟ لماذا؟ نعم حينما ننظر إلى المشهد الذي تدولته وسائل الإعلام فيه استفزاز كبير أنا لا أتحدث عن الصلاة ولا أريد أن أخذ في موضوع الأديان وحقية الأديان وما إلى ذلك لا أدخل في ضمائر الناس ولكن الصلاة التونودية التي أقيمت في المغرب نقلا عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أعيد نقلا عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع تم ترجمة بعض الأجزاء أو المقتطفات من الخطبة التي ألقاها الخام اليهودي وفيها دعاء بالنصر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وحلم إقامة دولة إسرائيل الكبرى يعني هو الدعاء لما يصفهم بأعداء إسرائيل وما إلى ذلك هذا كله أقيم على أرض المغرب وتحت رعاية المخزن وأمام أنظار وسائل الإعلام وأيضا الوفدة الإسرائيلية التي حضر كان يرتدي الزي العسكري في زيارة استعرضية يرأسها وزير الحرب الإسرائيلي لإمضاء اتفاقية وصفة بالأمنية سنتحدث عن الاتفاقية لاحقا ولكنها اتفاقية عسكرية لتشفيك المصالح فيها تهديد لأجوار المغرب يعني الزيارة وما رفقها من هذا أقيمت لها كان فيها استفزاز بالأساس إلى الإخوة والأشقاء بالمغرب الشقيقة الذين استفزتهم هذه الزيارة لذلك نلاحظ هذا رد الفعل الشعبي الغاضب وأكيد أن التحركات التي ستقام غدا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ستعكس هذا الرفض الشعبي المغربي بهذا التطبيع وهذه الاتفاقات المذلة التي تقدم عليها السلطات المغربية في الشقة العسكرية سأتحدث مع الجنرال شارل أبي نادر حول هذا الموضوع لكن قبل ذلك ناصر اللحام محل المادين للشهون الفلسطينية والأقليمية كيف يرد الفلسطينيون على هذه الاستفزازات أنه ليس فقط عليهم الرد على الإسرائيلي واعتداءه وعلى المطبعين كمان على الاستفزازات هناك عدة سوايا للنظرة في هذا الموضوع فيما يخص الفلسطينيين هناك نعين المطبعين نوع صامت مثل ما جرى في المغرب ونوع يتواقح ويشتم الفلسطينيين مثل بعض المتنمرين من بعض الدول التي قبعت في الخليج الذين يشتمون الفلسطينيين ويلومونهم على اعتبار أنهم السبب في نكبة أنفسهم وتهجير الملايين وتدمير كل شيء في الشق الأول واضح تماما أنه هناك حالة من الشفقة عند الفلسطينيين تجاه ما يفعله هؤلاء بأنفسهم تماما مثل من يضع أفعى ضخمة بجانب أولاده والتحذيرات لا تجدين فعلا معه النوع الثاني كان هناك ردود فعل على السوشيال ميديا كان ردود فعل أيضا من التنظيمات للنوع الوقح الذي شتم الفلسطينيين باعتبار أنهم مسؤولين عن ذبح أنفسهم وعن التدمير الذي جرى لهم وبيوتهم هذا فيما يتعلق بالفلسطينيين فيما يتعلق بالإسرائيليين الإسرائيليين لهم برنامج أمني واضح سواء تجاه المغرب بدخولوا إلى تلك المنطقة ككل والتعامل معها كملف أمني بالمناسبة فتونه هنا يجب أن نقول لا يسمح لأي إسرائيلي باستفر لأي مكان إلا بعد إذن من الأمن الإسرائيلي بحجج عديدة بمعنى آخر أنهم جنود احتياط عند نظريات الأمن الإسرائيلي وليسوا مواطنين مسلوح لهم أن يتجولوا سياحة من تفعل باقي شعوب الأرض وفي هذه النحية أنه كانت تطبيع مجانيا لم يكن ولم يطلب الإسرائيليون أبدا أن يكونوا أفد عسكري أو باللباس العسكري أريد أن أذكر أنا عارف لن أطيل بالوقت أريد أن أذكر فقط للمشاهدين شمعون بيرس زار المغرب وقال في مذكراته أنه لبس باروكة نسائية رابين زار المغرب سرا ووضع شوارب وتخفى حتى يدخل خلصة من وراء ضعب المغرب كل حال الأمثلة كثيرة حول هذا الموضوع حول الرفض العربي فعليا للتطبيع بعيدا عن الحكام والسلاطين للأسف إليك شارل أبي نادر محل الميدين لأشؤون العسكرية والأمنية والستراتيجية أيضا في هذا الخصوص ما هي الأهداف العسكرية الستراتيجية التي يطمح الإسرائيلي لتحقيقها من خلال التطبيع مع المغرب العربي يعني أولا خطون المغرب هي دولة طالما كانت دولة أساسية في المجتمع العربي الإسلامي لها نفوذها ولها وخضورها ولا تأثيرها أن تصلخ من هذه الجبهة التي كانت تدافع عن قضية فلسطينية بوجه إسرائيل هذه هي نقطة أساسية تربحها إسرائيل بداية النقطة الأخرى إذا لاحصنا أن هناك قوس استراتيجي جغرافي بدأ يمتد أو يتشكل انطلاقا من أزربيجان يعني على بحر قزوين هناك وجود إسرائيل يضغط على إيران وامتدادا إلى الخليج بين البحرين والإمارات بين الأردن ومصر هناك اتفاقات وصولا لان إلى المغرب إلى نقطة جد استراتيجية مشرفة على البحر المتوسط ومشرفة أيضا على المحيط الأطلسي هذا هو البعد استراتيجي المهم الذي تربحه إسرائيل وتسعى وراءه من وراء اتفاق التطبيع مع المغرب وأن يكون هناك اتفاق أمن عسكري يعطي إسرائيل إمكانية أن يكون هناك مشاركة في تصنيع طائرات مسيرة وأن يكون هناك قدرات لوضع أجهزة ترصد وأجهزة تنصد هي تستطيع إسرائيل من خلالها ليس فقط يعني الوصول إلى السحل الأفريقي بالتنصد وبالمعلومات هي تصل إلى أوروبا وتصل إلى المتوسط هذا بعد جد مهم تكسبه أيضا بإسرائيل وأيضا أن يكون هناك نقطة ارتكاز عسكرية طائرات مسيرة سوف تكون حتى لو كانت للمغرب وبتصرف الجيش وقوى الأمن المغربية سوف يكون هناك إشراف مباشر أو استخباري لإسرائيل على هذه القدرات التي سوف تنبسط من الاتفاق الأمن العسكري طيب عماد ما الذي تبحث عنه المغرب في هذه الاتفاقيات المدلة مع الاحتلال فعليا وما الذي تخوف منه الجزائر نعم إذا ما نظرنا إلى دول الخليجة التي هرولت إلى التطبيع قدمت تعلة التخوف من إيران في المنطقة وبحثت عن مبررات ومسويغات لهذا التطبيع أمام شعوبها بالنسبة للمغرب حتى وإن جرت مناورات عسكرية بين إيران والجزائر هي لا تقلق المغرب في شيء وبالتالي هذه التعلة هي تعلة واهية المغرب تريد أن تتمدد تريد أن تمد جلدها وأن تبتلع الصحراء الغربية بالالتفاف على مقررات الأمم المتحدة وبضوء أخضر أمريكي وهذا المسعى الذي تريد أن تحقيقه له مقابل له ثمن هو التطبيع مع إسرائيل للمغرب علاقات سابقة ترتفع وتخفت مع إسرائيل ولكن هذه المرة بإرادة من الإدارة الأمريكية وبوعود لضخ الأموال ودعم الاقتصاد المغربي هرولت المغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بالطبع الجزائر ترى وصول العدو الصهيوني إلى حدودها خطرا يتهدد أمنها القومي ترى أن المغرب تلعب دور وظيفي يمكن أن يتهدد أمنها القومي الأجواء باتت متوترة في الفترة الأخيرة بين المغرب والجزائر يعني قطع للعلاقات غلط للمجال الجوي قطع لإمدادات النفط وخطاب سياسي حاد من هذه الجهة وعلى كل حال سنعود إلى هذه النقطة نفهم أكثر ما وراء الأكمة معك عماد لكن الآن إليك ناصر أريد أن أفهم منك في أي اتجاه تذهب الأمور على الجبهات الثلاثة الكيان الإسرائيلي والمطبعين والفلسطينيين الكيان الإسرائيلي جاءت هذه هدية كما وصفتها أحد الصحفيات الإسرائيليات بابا نويل وكأنه في الكريسمس جاءوا مدايا مجانية من دون أن يدفعوا أي ثمن وكانت إسرائيل مستعدة أن تدفع الغالي والثمين من أجل مثل هذه الخطوات لكن جاءتها مجانية لحسن الحضل الفلسطينيين لسوء الحضل الإسرائيليين جاءت هذه في ظل تردي وانخساف الوضع الحزب الإسرائيلي والتقوض والانقسام الشديد الإثني العرقي العنصري بين الشرقيين والغربيين وإيران على الصعيد الفلسطيني هذا امتحان الزمن لأن الفلسطينيين يعرفون تماما بأنه من هو صديق ومن هو العدو وأن لا يراهنوا ولم يراهنوا أبدا على أن هذه الأنظمة ممكن أن تكون تحرر فلسطين أو تساعد وإنما كانت دائما بالنسبة للدول التي طبعت لم تكتشف بعد خسارة الاستراتيجية في هذا الموضوع دعيهم فتون يذوقون من سم الصعينة ثم نتحدث لاحق للأسف شارلة بينادر ما هي الأخطار؟ كان تحدث زميلنا عماد عن الموضوع الجزائري المغربي واذا تريد المغرب من هذه الاتفاقية؟ لكن ما هي الأخطار العسكرية الاستراتيجية التي فعليا يعني تهدد الجزائر من وراء هذا التطبيع ومثل هذه الزيارات ومثل هذا الوجود وأيضا القضية الفلسطينية بشكل خاص؟ الجزائر هي مازالت في المغرب العربي والإسلامي هي دولة قوية هي تدافع عن القضية الفلسطينية هذا الموضوع سيجعلها مستهدفة أكثر أصبحت الآن إسرائيل على حدودها عسكريا وأمنيا ليس فقط سياسيا وأعلاميا كما في السابق هناك حدود واسعة وطويلة جدا بين الجزائر والمغرب يعني لا يجوز بعد اليوم أو لن ننتظر بعد اليوم أن يكون هناك هدوء على هذه الحدود لأن إسرائيل سوف تلعب دور المحرد الأساسي وهذه نقطة أمنية سوف تؤثر على الداخل الجزائري سوف تكون مستهدفة بالإضافة طبعا الجزائر لديها جيش قوي في أفريقيا جيش لديها أسلحة مهمة وأساسية هي تتجهز دائما من روسيا ومن دول متقدمة ومتطورة هذا الموضوع أيضا سوف يكون عرضا للاستهداف سوف يكون عرضا ربما لأعمال سيبرانية أصبحت الآن قدرات سيبرانية إسرائيلية على حدودها هذا الموضوع طبعا سوف يؤثر بالإضافة للضغوض السياسية التي سوف تنتج عن هذا التواجد الإسرائيلي من خلال الضغط عليها وهي موضوع القضية الفلسطينية سوف تحاول إسرائيل من المغرب وانطلاقا من المغرب بالضغط على مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية بقى يا دي دقيقة ونصف لانهاء هذه الحلقة نصف دقيقة لكل زميل وضيف معنا أبدأ معك عماد هل يمكن أن تكون إسرائيل هي من تحاول إشعال فتيل الحرب ما بين الجزائر والمغرب ما تصع إلى تحقيقه من مغانم اقتصادية المغرب قد تخسره في ظرف قياسي إن دخلت في مواجهة عسكرية مع الجزائر الجزائر لم يقع إسقاطها بما يعرف بثورات الخراب العربي لم يقع إسقاطها بالحراك الذي أرادوا اختراقه من الخارج لم يقع إسقاطها بجماعة الماك الإرهابية ولم يقع جرها إلى مواجهة مسلحة في أكثر من مناسبة رغم ما يفتعل هي يحاولون جرها إلى مواجهة عسكرية وستخسر الجزائر وسيخسر المغرب وستخسر كل المنطقة المغربية إن اندلعت شرارة الحرب هذه والفائز الأكبر فيها إسرائيل التي ستقترب من تحقيق حلمها في تحقيق دولة إسرائيل الكبرى هذه المواجهة العسكرية يراد لها أن تتحقق بإرادات خارجية وبزرع الفتن الداخلي ناصر من يخسر ومن يربح استراتيجيا في خلال كل هذه المعركة المتعددة الجولات التي لا تنتهي إسرائيل اشترت بضاعة فاسدة أنظمة لا تحترم شعوبها أنظمة هي تكتب عنها ولا نريد نحن أن نتحدث عما قالت إسرائيل عن هذه الأنظمة الذين طبعوا أخذوا نقودا مزيفة إذا اعتقدوا بأنه إسرائيل ستدخلهم الجنة والرضا الأمريكي ثم يتغطي بالأمر كان عريا النقطة أخيرا الفلسطينيون سينتصلون استراتيجيا بالأعوة أختم معك شارل أبي نادر ما هي تداعيات هذا التطبيع على المغرب أمنيا وعسكريا واستراتيجيا أولا سوف يكون هناك تداعيات داخلية هذا الموضوع سوف يشكل معارضة مغربية ربما تؤثر على الحكم ربما تؤثر على الملك أو الملكية في المغرب وهذه النقطة أساسية لا يمكن ضبطها بعد اليوم لأن هذا الموضوع هو في اتجاه تقريبا مخالف للأغلبية القومية الموجودة في المغرب من الناحية المغرب لن تستفيد شيئا بالنهاية إسرائيل لديها قدرات عسكرية لديها قدرات اقتصادية سوف تستغل موقع المغرب وموقف المغرب لمصلحتها الشخصية ولن يكون هناك أي إمكانية لكي تستفيد المغرب من هذه العلاقة أو هذا الاتفاق شارل أبي نادر عماد شطارة ناصر لحم شكرا جزيلا لكم التحليلية انتهت إلى اللقاء